الأزمة الآن هي مو بس مع العراقية الأزمة هي مع العراقية الأزمة هي مع التحالف الكردستاني الأزمة هي مع الشعب العراقي الأزمة مع المعتقلين الأزمة بين التحالف الوطني نفسه الأزمة مع بين المرجعيات الشيعية هناك أزمة متعددة جوانب تضرب العراق الآن فالعراقية ليست العراق إلى أين إذن الآن؟ والله هي العراق للأسف يعني يعني جزء من وضع غير سليم يعني جزء مهم من وضع غير سليم وبالتالي الجلوس على طاولة الحديث والحوار لتنفيذ موضوع الشراكة هو كان هذا الهدف الذي نرجوه أن يتحقق ولهذا علقنا حضورنا في مجلس النواب ومن استجاب الأخ فخامة الأخ رئيس الجمهورية عدنا إلى مجلس النواب على أساس أنه ستكون هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر هو لحل هذه الإشكالات لهذا أنا لا أعتقد القضية مع العراقية فقط العراقية جزء رئيسي من الحل والدليل على أنه هي جزء رئيسي من الحل أن الأخوان في دولة القانون حتى تنازلوا عن التوقيع اللي وقع به المالكي على الشراكة الوطنية معايا ومع الأخمس عود البرزاني وأدي وثيقة أقدرطيكم إياها يعني تشوفوها وتأرضوها للمجتمع العراقي فالأزمة هي كبيرة والأزمة هي واسعة ولهذا إحنا العراقية حذرنا من أن هذه فأزمة قد تتصاعد لا سمح الله باتجاهات سيئة لا تهدم العراق وفعلا بدأت تتصاعد الآن